ما ليش يا أبراهيم؟ لأنه أنا في حاجة بتحزنني بشدة فيه أحد الشخصيات اللي كانت محسوبة على إحدى المؤسسات المحترمة كتب مقال سماه شرف الكلمة طالب فيه الأستاذ حافظ المرازي طالب الدولة من هي تستعين بحافظ المرازي عشان يزبط الإعلام بيقول أنه على الرغم كونه صاحب تجربة المصرية الأهم على الإطلاق في الإعلام الدولي والعربي إلا أننا مع الأسف نفقد حضوره الطاغي على شاشتنا على شاشتنا منذ أن كان يثري عقولنا بأدائه الواثق الرصين واستناراته الجمة في برنامجه الرائع بتوقيت القاهرة أما ده الكاتب بيقول أما ونحن نعيش الآن مرحلة مفصلية من المفترض أن تكون شريدة الأهمية داخليا في عمر الوطن نؤسس فيها لبناء فكر وعقل الإنسان المصري طبقا لمعايير واعية ومستنيرة ونسعى في نفس الوقت أن يكون لدينا كيان إعلامي خارجي وقوي ومؤثر يتخطى حدود إعلامنا المحلي الغارق في تأثيره المتلاشي معظم الوقت بيقول تاني أنه عايز يساهم حافظ في خلق جيل جديد متشبع بقيمة وشرف الكلمة وحرية التعبير وثقافة الاختلاف حافظ هو اللي هيثري جيل جديد متشبع بحرية الكلمة وشرف الكلمة وحرية التعبير يا سيادة العميد أين الجيل المتشبع بحب الوطن بالإخلاص الوطن أنا هو ده يا أستاذ ده العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق بقول له يا أستاذ محمد يا سادة العميد هل حافظ المرازي اللي قاعد مع شمون بريز هو اللي هيثري هو اللي هيثري وهو اللي هيربي الأجيال القادمة هو ده اللي احنا تربين عليه وأنا ثاني بقول سادة العميد بقول لك أنا آسف اسمح لي أختلف معك شكلا ومضمونا ليس حافظ المرازي هو من يدن الإعلام وليس هو الأهم زي ما حدك قلت هو الأهم في تجربة الإعلام الدولي والعربي أنا آسف غير صحيح ليس هو الأهم وليس هو الأبرز وليس هو الأصدق أما قولك يا سادة العميد أنه بتقول أن الإعلام الغارق في تأثيره المتلاشي أنا بقول لحضرتك أنا لن أرد لأن حضرتك مش متخصص في الإعلام أساسا يعني حضرتك غير متخصص في الإعلام فبالتالي أنا وأخذي كلام بحسن نية هي محاولة من حضرتك لكن في غير محلها وبقول تاني اجتهاد لكنه أعتقد في تقديري أيضا وما يثنه هو ليس في محله وليس مطلوبا أن ننظر على بعضنا البعض اللي عنده حاجة تساهم فيه بناء البلد يقولها اللي عنده حاجة تاني لو سمحته يتوارى يتوارى تاني بقول أنه دفاع العميد محمد سمير على حافظ المرازي ويكتب مقال شرف الكلمة وبيقدمه على أنه يكون هو اللي يقود المساعدة الإعلامية لا والله لا والله ده كتير ده كتير يعني أنا في مقالات كتير للعميد محمد سمير قبل كده اتقالت ومعجبتنيش ولم أعلق بشكل أو بآخر لكن إنه يتم وأنا ثاني بقول بقى كلام بقى من آخر ما حدش يزعل مني الإعلام كله واحد سكينة وعمل يتبح فيه كل واحد يقول لك الإعلام 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 وهو لا يستطيع أنه يستطيع أنه يقيم الإعلام يعني واحد بيهاجم الإعلام ليه له نهار هل أنت عارف الإعلام بيشتغل إزاي؟ هل أنت عارف الإعلام أولوياته إيه؟ الإعلام يا سادة مش واحد عمال يردح الإعلام مش واحد عمال يردح للدولة الإعلام مش واحد عمال يقول للدولة أنت غلطانة الإعلام مش واحد عمال يغني مين أو شمال الإعلام معلومة الإعلام وعي الإعلام إخبار الناس الإعلام لازم يكون عنده مادة الإعلام في كل دول العالم يا أستاذ حافظ ويا سادة العميد محمد إعلام بيعزف لحن الدولة الإعلام مع الدولة مش مع الحكومة بقول الاعلام في فرنسا في بريطانيا في امريكا الاعلام معروف ان عنده خطوط حمرة ما يمكن ان في حد يقول ما فيش خطوط حمرة الاعلام لازم يكون موجود في اطار الحرية المسؤولة مش الحرية المطلقة انا انا عاتب على العميد محمد لما بيقول خلق جيل جديد متشبع بقيمة وشرف الكلمة وحرية التعبير وثقافة الاختلاف سقطت منك كلمة بس متشبع بحب الوطن متشبع بالاخلاص للوطن متشبع بالتجرد التجرد اللي هو انسى نفسي وانسى ذاتي علشان وطني الاعلام مش عايز بنظرين الاعلام مش عايز ناس شغالين انتقاد في الاعلام انا بقول عندنا الاعلام بعافية الاعلام بعافية زي المجتمع كله عندي ناس بعاندي زي كل قيمة المجتمع اللي تأخرت من 2011 لغاية دلوقتي بنبني تاني وبنراجع تاني وبنقول تاني اللي عنده حاجة يقولها اللي عنده كلمة ايجابية يقولها لكن واحد بيقول القانون لا يحمل مغفلين ويجي العميد محمد يقول يمسك الاعلام لا والله ده كتير ده كتير جدا جدا وانا اقف لغاية كده يعني لانه يعني عندي كلام كتير عايز اقوله بس هتوقف من حافظ اشتركوا في القناة